شارك 52 طفلا عربيا من 15 دولة في الجلسة الثانية ضمن أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التابع للجامعة العربية والتي عقدت أمس تحت قبة المجلس الاستشاري في الشارقة تحت عنوان الطفل العربي جهد مستدام من أجل المناخ وذلك لمناقشة مدى تمكنهم كجيل قادم من قيادة نهج الاستدامة في مجال المناخ والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول المبتكرة وتطرقت الجلسة إلى جهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للحد من ظاهرة التغيير المناخي وتعزيز الجهات المختصة للتعامل معها وإنشاء إدارة للتغيير المناخي في وزارة الخارجية إلى جانب الاهتمام بالأنشطة البيئية ورفع مستويات الوعي بالأخطار المحتقة وتوفير الحقائق في هذا الشان وصلتت الجلسة الضوءة على أهمية التعاون العربي والدولي لتعزيز مشاركة الأطفال في مراكز اتخاذ القرار للمساهمة بدور فاعل في إحداث التغيير المستدام والمنشود ومناقشة الموضوعات الحيوية في المناخ